اكد معالي السيد احمد بن ابراهيم المولى رئيس مجلس النواب ان مملكة البحرين اولت التنمية المستدامة اهتماما بالغا من اجل تحقيق التطور والنماء حيث خطت خطوات سباقة في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة ضمن رؤية مملكة البحرين 2030 جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي القها اليوم في اجتماع الجمعية البرلمانية الاسيوية المنعقد في مملكة كمبوديا حيث اشار الى اهمية الدور الذي تلعبه السلطة التشرعية في مملكة البحرين عند مناقشة برنامج الحكومة للاعوام 2014-2018 والتي ركزت على الاولويات التي من شأنها ان تساعد على تحقيق اهداف التنمية المستدامة كما اشار معاليه خلال كلمته الى البيان الختمي الذي صدر عن الاجتماع العاشر لرؤساء البرلمانات ومجالس الشورى لدول مجلس التعاون الخليجي والذي صدفته مملكة البحرين مؤخرا حيث اكد البيان على اهمية توحيد الجهود لتحقيق الامن الغذائي وتمكين الشباب الى جانب اعتباد رؤية موحدة للتعامل مع موضوع خطر الارهاب والتنظيمات الارهابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة